بالنسبة لتصريحات الماضية كنا نتحدث دائما عن النتائج التي نطمح إليها هذا هو فخوة المقابلات التي قمنا بها وأنا أؤمن أننا يمكن أن نبدأ برصد نتائج إيجابية في القريبة العاجل شكرا لك بالنسبة للأنشطة التي نقوم بها هي بقرابة 60% ولديها تفاصيل فنية تمت مناقشتها في اجتماعات ماضية ومن الصعب جدا أن نقوم بشرح هذه البرامج في عقالة لكن أمل أن يكونوا قادرين أن يقدموا شرح لهذا في الواقع أنا لا أتحدث عن شرح لماذا نحن لدينا نسبة 60% ولكن أنا أسأل إذا كانت لدينا القدرة التي نحتاجها والإمكانيات التي نحتاجها وأيضا هل هناك خطط استراتيجية نتابعها وأننا نقوم بالفحص الملائم هذا فيما يخص الأسباب والمحفزات التي لدينا لا نناقش الأسباب الفنية لكن بالنسبة لنا أننا نكون قادرين على أن نفحص كل المواد الموجودة هناك هذا هو الهام بالنسبة لنا ونحن نعمل لكي نكون قادرين على بلوغ هذا الهدف أهلا بك أنا استفاني أنا أعمل كمراسلة حرة وأنت تحدثون قبل ذلك في تصريح عن الأمور الخاصة بحرس الحدود في إيران أود أن يكون هناك معلومات محددة على هذا وأل هناك أي تصريحات أخرى وما هي التأكيدات من إيران وما الوعود التي قامت بتقديمها إيران لكم لكي تطمئنكم كما قلنا أننا كنا نطمح لكي يكون هناك نتائج ولهذا قمنا بمثل هذه المحادسات نحن نقوم بأفعال ملموثة لكي يكون لنا إتاحة وصول للبيانات والمعلومات التي نريدها وهذا ما الذي تفقنا عليه مع إيران وسنقوم فيما بعد بعمل تقارير عن التقويم الخاص بالوضع الحالي وسوف نبدأ في الاجتماعات التقنية والفنية في القريب العاجل وسوف نناقش الأشياء الفنية وسوف نقوم بعمليات فحص ومن ثم نكتب التقارير في هذا الصدد هناك أشياء إيجابية كثيرة وهناك أوجه كثيرة من التعاون وأعتقد أن الأهمية لهذه الاجتماعات أننا اتفقنا على أننا سنعمل مع بعضنا البعض لكي يكون لدينا الوصول المفتوح والإتاحة الكاملة لكافة البيانات ولكي يكون العمل بشفافية سؤالي الخاص بالسؤال السابق وهو أننا نريد أن نفهم ما معنى هذه الاتفاقات وبالنسبة للعوامل التأمين وأيضا لدي سؤال آخر هو التأكيد على مدى صحة البيانات وحول التقارير نريد أن نعلم ما هي العمليات الفحص الدورية التي ستقومون بها في الواقع السؤال الذي أثرته يرمي إلى مناحي كثيرة أولا أنت تسأل تسأل على الأمور التي هي الآن على رأس الساعة وكل الناس يقومون بطرح أسئلة في هذا الصدد نحن نحاول قدر الإمكان بأن نحل كافة المشاكل الإيران لديها التقييم الخاص بها نحن نحاول قدر الإمكان أن يكون هناك اجتماع محايد لكي يكون هناك فهم عميق ما الذي يحدث وما هي الأنشطة الذين يقومون بها في مناحي كثيرة نحن نحاول قدر الإمكان أن نفهم ما الذي يقومون به وما هي الأنواع التي يعملون عليها والعملية ستكون طويلة عندما طرحت سؤال أن عملية الفحص ستكون طويلة ولكن هذه الأشياء طالما تحدث والمهم الآن أين نحن نقف الآن وأنا أؤمن تمام الإيمان أن هناك تطور في الحوار ما بيننا وبين إيران لذا أعتقد أن القادم سوف يكون أفضل وسنجني النتائج في القريب العاجل وأيضا لقد أثرت نقطة مهمة جدا وهي عوامل المتابعة والتقييم سيكون هناك أعمال تقييمية إضافية دورية سنقوم بها من أجل التأكيد بمدى أهمية الأنشطة المعمولة وأنها أنشطة سلمية سنحاول قدر الإمكان أن يكون هذه الأنظمة المتبعة في المراقبة ستكون أنظمة متطورة وأنظمة تتشم بالشفافية ولكن ثانية أود أن أقول أن هذه تفاصيل تقنية جدا ولا يسعني التحدث عنها الآن ولكن أود أيضا أن أتحدث على أهمية أن يكون هناك استدامة للمعلومات والمعرفة نحن لا نريد أن نفتقر أي معلومات وفي هذا السياق إذا لم يكن لدينا إتاحة كاملة للمعلومات الخاصة الخاصة بالمواضيع التي تفقنا عليها سيكون من الصعب جدا أن نقدم لإيران وللشرقاء الآخرين الدعم الكامل وكل هذا يتطلب الوقت وتطلب بذل قصارى جهدنا لكي نكون قادرين مع الشريك الإيراني للتنسيق على أمثل وجه نحن نحاول قدر الإمكان أن يكون هناك تصحيح لكافة المعلومات المغلوطة وأن يكون ونسد الفجوات التي تحولون دون الوصول لتضفق مستمرة من المعلومات وهذه هي النقاط الضعف التي نعمل على على سدها هل لديكم أي سؤالة أخرى؟ نعم شكرا لك على إعطاء الفرصة لكي أسأل سؤال ثانيا الفقط لقي أتأكد أنني فهمت بطريقة صحيحة هل كل أنظمة المراقبة والكاميرات التي تم نقلها في إيران هل هذا بتنسيق مشترك؟ والسؤال الآخر أنت تحدست عن الفحص الإضافي والمتابعة الإضافية نعم السؤال الذي لدي هل سيكون لكم لكم متابعات دورية هذا بالفعل تم مناقشته ضمن الاجتماع وهذا من ضمن إجراءات الأمان والسلام ووصلنا إلى نتيجة وهي أن هذه المنشآة تحديدا تحتاج إلى المزيد من الفحص والمراقبة لذا هم يحاولون قدر الإمكان أن يزيدون من كفاءة وكثافة أجهزة المراقبة في هذه المنطقة لكي تقعون عمليات المراقبة المتابعة تتسم بالفاعلية نحن نريد أن نفحص ونراقب بشكل مكثف أكثر مما مضى لذا أعتقد أن هذه خطوة متطورة جدا وخطوة إيجابية